أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي أنا تكلت عليك في كل أحوالي بسم الله الرحمن الرحيم برحب حضراتكم والدنيا بخير سبحان الله ربي وخالق كل الأشياء المجهول منها والمعلوم خلقنا وأنعم علينا بالإيمان وعدنا النجاة من كل الشرور والهموم أصله عز وجل زي ما خلق الضلمة خلق كمان النور والمطر والغيوم وقت الشدة ملناش ملجأ سواه لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله الحي القيوم هنعرف أسراره ومفاتيح الدعاء به والتقرب لربنا سبحانه وتعالى به مع فضلت الشيخ الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضرتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم أهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرك أهلا بحضرك أهلا بحضرك أهلا بأستاذ المشاهدين من وحنا صغيرين يقولوننا أن كل اسم من أسماء الله الحسنة لها أسرار معينة قبل ما نقول اسم الله الحي القيوم خلينا نوضح يعني إيه الحسنة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله معرفة الأسماء الحسنة هي أصل كل خير في الدنيا والآخرة لأنها تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ونعم بالله والعبد لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى يكون عنده يقين وثقة في الله عز وجل لأنك تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بما تعرف الله به إلى خلقه خلي بالك أستاذ المير احنا ممكن العقول تستوعب وتدرك أن للكون إله أن الكون ده لابد يكون لإله خالق والإله ده يكون مدبر لهذا الكون لكن مواصفات الإله دي لا تأتي بالعقل إنما تأتي بالنقل بما أخبر الله عز وجل به أنبياءه عن طريق الوحي ثم أخبر الأنبياء الخلق بما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه بالمعلومات يعني طبعا بالدليل بالآيات البينات ومما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أسمائه الحسن وحضريك سألت سؤال ليه الحسن الحسن دي متخدم من الحسن تأميس للحسن الشئ الحلو الجميل أيوة ليه ليه الجميل ليه الحلو لأنها تدل على أحسن مدلول تتعرف بها على أحسن ما يستدل به عليه وأحسن ما يتعرف به عليه وهو الله سبحانه وتعالى علشان كده كانت كلها أسماء حسنة لحسنها في أنها تدل على الله سبحانه وتعالى ونعم بالله وربنا قال في كتابه ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها وذروا الذين يحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون طب الدعاء بلونا نتوسل لربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنة ولا بيكون إزاي من أثار المعرفة من أثار معرفة الله سبحانه وتعالى إنك تتقرب لله عز وجل بالدعاء بأسمائه الحسن وما ينفهم منها ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها إن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بالدعاء بهذه الأسماء دي صورة من صورة تقرب بالأسماء الحسنة يعني إنك تعرف معناها دطاعة وعبادة إنك تحفظها دطاعة وعبادة إنك تدعو بيها دي طاعة وعبادة علشان كده زي ما حضرتك قلت في البداية إحنا من صورنا عرفنا أن الأسماء دي لها لوازم لها متعلقات لها أثار بالخلق والأمر ده من جمال الأسماء الحسنة فأيوة أتقرب لله سبحانه وتعالى بالدعاء بهذه الأسماء وأنا فاهم معناها ده يخلي جوايا إدراك لقدر وعظمة الله سبحانه وتعالى لأن أغلب الناس اللي بتضل أو اللي يعني يبتغي عند غير الله سبحانه وتعالى الرزق يبتغي عند غير الله سبحانه وتعالى السند هو مفهمش يعني الأسماء الحسنة هو لو عرف قدر ربنا سبحانه وتعالى هيكون توكله على الله يعني لو أنا طلب الرزق أدعي ربنا بإسم الرزاق أدعي بإسم الرزاق لو طالب الرحمة أدعي بإسم الرحمن شفي مثلا ذكاء السيدة مريم لما ظهر لها شخص في خلوتها وكان ده سيدنا جبريل تمثل لها في صورة بشر قالت إني أعوذ بالرحماني منك إن كنت تقية يعني هي تستجلب في قلبه الرحمة فذكرت اسم الله عز وجل الرحمن هذا من الفهم من الفطنة من الزكاء زي ما حضرتك قلت أنا بطل من ربنا الرزق أدعوه باسمه الرزاق لكن أنتو النهاردة اخترتونا الحي القيوم من جمال اختياركم أن الأسماء والصفات ترجعوا إلى هذين الاسمين كل الأسماء والصفات بترجع للإسمين دول زي ما العلماء الحي القيوم وهم سبحان الله يعني بعض أهل العلم قال إن اسم الله الأعظم في هذين الاسمين ليه بقى لأن الحي صفة أو اسم متعلق بصفات الذات الذات الإلهية حياته تستلزم إنه سميع إنه بصير إنه عليم والقيوم متعلقة بصفات الأفعال اللي هي الرزاق المدبر المصرف فهي اللي يجمعوا كل أسماء الله نعم وكمان يجمعوا كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى علشان كده فيه اهتمام كبير بهذين الاسمين الحي القيوم وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر اسم الحي في القرآن الكريم في خمس مواضع واسم القيوم في ثلاث مواضع طب نروح فاصل نقولهم طبعا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية برحب حضراتكم مشاهدين معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم ناخد أمو زينب أهلا أهلا وسهلا تفضلي أهلا بك يا أستاذة كنت عايزة أسأل الشيخ بس سؤال تفضلي أنا بحوش يعني فلوس من مصروف البيت أنا معي بنتين وبحوش يعني من غير ما هو يعرف بحوش من الفلوس دي يعني بحوشها قلت أخلىها ليهم يعني الجوازهم وكلام ده هو بس ما يعرفش يعني ده حرام ولا طب هو ما يعرفش عشان هو هيمانع في ده ولا إنتي ما بتقولولوش لي لا هو مش هيمانع بس أنا قلت يعني عشان مثلا ماذا ما يقول لي هاتوا مصروفه في أي حاجة قلت حايزة أخلىها البتاني يعني أنا معي بنتين وفيها مشكلة لو قلتينه لا ممكن مثلا يقول لي هاتوا نعمل بهم أي حاجة كده بس أنا عايزة اللي بنات هي يعني عشان زي ما عرصت بنت بتتجهز بحاجات كتير يعني تمام بس بأدبرهم يعني من فلوس البيت والله وكده وبأشيلهم على جنبها يعني زي ما يكون طيب همكن أجيبهم حاجة دهب والحاجة سأشيلهم عشان لما تجيج الجواز الوحدة أجيب لها يعني جهازها وكده بتتصرف بيوم في طريق تاني لحد من قريبة بتساعدوا لحد من أهلان لا يا بتشيلهم الولاد أنت بتحوشيهم للبنات مش كده لكن ما ما عملتيش بيوم أي حاجة تانية لا لذنك دي بس لا مش بصر رسوم خالص اللي أنا أنا بحوشهم يعني من البيت طيب حاضر عندك أي سؤال تاني؟ أيه كنت عايزة أعرفي يعني اللي هي الحفافة حرام أو الحلال برضو اللي هي النمصة والنمصات دي بيقولوا عليها حرام اللي هي الحفافة يعني الحواجب أنا مش سمع لو أنتم سمعين فصروا لي الكلام أنا التنمص أي أنت بتسألي عليه حلال ولا حرام أيوة حلال ولا حرام ده لو تعمل لجازها يعني تدين لجازها حاضر 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 وكنت عايزة أعرف برضو معاكي كنت عايزة أعرف يعني أنا واختي رضع معيها بالتاني مع بعض ينفع ولدها هو ولدها الكبير ياخدها يعني لو عايزها ده محتاجة بقى سئلة من حضرتك تسألها لها عشان نعرف نجاوب عليه حضرتك قصدك أن عندك بنت وأختك عندها بنت وحضرتك رضعتيها وأختك رضعت بنتك أيوة بس هي ولدها الكبير أنا ما رضعتوش يعني ينفع مثلا يحل البنت دي اللي هي اللي أنا رضعتها ينفع ابنها يتجاوز بنتك ينفع يعني لكن بنتك رضعت منها أيوة لا يجوز طالما الاثنين اجتمعوا على سادي واحد لا يجوز طالما يعني رضعت وهو الاثنين اجتمعوا من الأم دي اللي هي أخت حضرتك الاثنين رضعوا منها يبقى كده لا يجوز آه تمام ماشي طيب طبعي أنا وزين بتحوش من غير ما زوجها يعرف من مصروف البيت عشان خاطر جهاز البنات فيها حرمانية هو الأصل أن العلاقة بين الزوجين تكون مبنية على الصراحة وعلى الشفافية لكن لو هي بتعمل كده بدافع أن أنا أعاونه وساعده لما يجي متطلبات الجهاز بتاع البنات وبما لا يؤثر على البيت واحتياجات البيت ونية صادقة وعشان كده احنا سألناه وحضرتك استفسارت منها أني مش بعمل بها أي حاجة تانية فده طالما بالمعروف وما فيش فيه شيء يعني خارج عن حدود نطاق التعاملات الطبيعية اللي ممكن الناس تعملها وبني أنها تساعد جوزها ده شيء ليس عليها في إثم ولا ذمب لكن الأفضل زي ما حضرتك لما احتلها كده الأفضل أنك تقوليله وتقوليله وإحنا بنعمل ده علشان كذا وعلشان قاطر الحياة ومتطلبات الحياة وولدنا يسطروا وإن يكونوا قدام أجوازهم في صورة كويسة ممكن يقتنعوا يبقى الدنيا ماشية بينكم بشفافية كاملة وتامة لكن في الأصل هي بتعمل ده بالضوابط اللي احنا قلناها ما عليها الزنب ولا إثم تمام تهزيب الحواجب والوجه بهدف الزينة للزوج الزينة للزوج مطلوبة وبالصورة اللائقة اللي ليس فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى لأن يعني التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى يعرض الإنسان لشيء يعني من العقوبة ومن مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة السلام عليكم يعني ما تغيريش في شكل في شكل القلق بهدف التهزيب وتنظيف الجزء بتاع الحواجب ما فيهوش فيه أي مشكلة إلا لو تم تغيير شكل وخلقة ربنا سبحانه وتعالى طيب الحي القيوم وليها معضع كتير في القرآن الكريم كنا بنقولها قبل الفاصل الحي القيوم ورد ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه الحي في القرآن في خمس مواضع باسمه القيوم في ثلاث مواضع لكن الرابط ما بينهم إن اسم القيوم لم يذكر منفردا يعني في التلات مرتبطين دايما نحن دايما نقول الحي القيوم لا الحي تقل وحده ووردت في القرآن الكريم لوحده لكن في دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء تفريج الهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين في ثلاث آيات من القرآن الكريم في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم دي تلات أماكن أو تلات مواضع في القرآن الكريم جهل الارتباط بين اسم الحي وبين اسم القيوم والحقيقة فيه ملمح جميل قاله بعض أهل العلم لأن فيه أثر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم ورد في ثلاث صور من القرآن الكريم في سورة البقرة في سورة آل عمران في سورة طه فلما تتبعها أهل الفهم وأهل المعرفة قال لك إحنا وجدنا الإسمين اللي تكرروا في الثلاث صور هو الحي القيوم في آية الكرسي في أول آلة عمران في قوله تعالى في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم فالارتباط بينهم ارتباط تكرر في كتاب الله عز وجل وتكرر في أدائية النبي صلى الله عليه وسلم وفيما صح على النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث المعنى بقى يعني إيه القيوم القيوم لها معاني كثير منها أنه سبحانه وتعالى قائم بذاته يعني إيه يعني ببساطة غني عن الخلق جميعا مش محتاج لحد سبحانه وتعالى وهو الغني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إحنا بننظر لهذا الاسم بمنظور أن إحنا محتاجين لله سبحانه وتعالى محتاجين أنه هو يقوم لنا حينا محتاجين أنه هو يحفظنا ويرعانا لأن من معاني اسم القيوم المتكفل إحنا مش بنقول كده فلان قام بالأمر قام بالأمر على أكمل وجه يعني تكفل أنه هو عمل هذا الأمر من معاني اسم الله القيوم إنه هو يحصي على عباده الأعمال والأفعال والأقوال يعني من ناحية هي رعاية من الله سبحانه وتعالى إنه يكفلهم ويرزقهم ويمدهم ويثبتهم ويحفظهم هذا من معاني اسم الله القيوم ومن معاني أيضا هو القائم على كل نفس بما فعلت زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو القائم على كل نفس بما كسبت بما كسبت يعني بما عملت من أفعال يوم يبعثهم الله جميعا يعلم ما في الصدور نعم فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه وربنا يقول ووجدوا ما عملوا حاضرة ده من معنى القيومية إن ربنا سبحانه وتعالى قائم عليهم بالعلم بالاطلاع بعلمه الواسع بعلمه الذي لا يسبقه جهل ولا يأتي عليه نسيان وده يخل العبد في رقابة كاملة لله سبحانه وتعالى يعرف ومن عرف ذاق يعني يتذوق حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى والقلب إذا تعلق بهذه الأسماء الحسنة رق وإذا راق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء دعاء وتعبدا وخوفا ورهبة ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى إذا رق راق وإذا راق فاق وإذا فاق اشتاق استشعار المعينة والكلمات والدعاء بأسماء الله الحسنة ده المقصود ده المقصود من إنه يكون مشتاق لله سبحانه وتعالى وده المقصود من الأسماء الحسنة والعلم بيها إن يكون بشوق لمعرفة هذا الإله الجليد العظيم الذي تفضل على الخلق كلهم بالقيومية والذي أمد الخلق كلهم بالحياة ما هو من معاني اسم الحي مش إن حياته الله سبحانه وتعالى بس حياته التي تختلف عن حياة المخلوقين لإن حياة الله سبحانه وتعالى تختلف عن حياة الخلق هي في جانب الله عز وجل بما يليقه بجلاله وفي جانب المخلوق بما يليقه بحاله لا كمان من معاني اسم الحي أنه سبحانه وتعالى هو الذي يمد الخلق بالحياة وإحنا بندور على أي شيء نتقرب بيه من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يتقبل من الكل نورتين يا فضلت الشيخ بشكر حضرتك وشكرك على خير هنروح مع بعض مشاهدين الفاصل ونكمل مع حضرتكم إن شاء الله بعد الفاصل رحمة ربنا سبحانه وتعالى اشتقها من اسمه الرحمن الرحمة اللي كلنا بنترجاها من ربنا عشان يغفر لنا وربنا الرحيم قال لنا من شروط رحمته إننا نكون رحماء على بعض ونساعد بعض ونجبر بخاطر بعض خلونا نتكلم عن أعمال خير مع فضلت الشيخ الدكتور يوسري عزام من علماء وزارة الأوقاف فقرتنا فقرة جماعة البر والتقوى المصرية فضلت الشيخ سلام عليكم عليكم السلام أهلا كل العام وحضرتك وحضرتك بخير وبصحة وسلام وإحنا في أيام جميلة وبنقول إحنا بنختنم الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديهلنا في حياتنا عشان خاطر نحس بغيرنا ونساعدهم ونكونوا أقفين ظهر وسند لبعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعي الله جل وعلا يقول عن أصحاب سيدنا رسول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم الرحمة دا خلق من أخلاق الإسلام عظيم يجعله الله جل وعلا في قلب من شاء من عباده الله الرحمن الرحيم وسيدنا رسول الله قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسيدنا رسول الله يقول في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال من لا يرحم لا يرحم لبدأ أن تراحم فيما بيننا تراحم فيما بينكم لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي نحن في أيام مباركة شعبان وأيام قليلة ويدخل علينا شهر رمضان نستعد في هذه الأيام مباركة بأن نحن نكون يعني يدا بيد مع بعض المؤمن للمؤمن كالبنياني يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين أصبعه نبقى إيد وحده نبقى متعاطفين متعاونين متآزرين فيما بيننا لأن ده من هدي الإسلام ومن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم رمضان يقول لي في القرآن ورحمتي واسعت كل شيء ويقول عن سيدنا النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقول أراحمون يرحمهم الرحمن اللي عايز ربنا يرحمه يرحم الخلائق من يرحم الخلائق يرحمه رب الخلائق سبحانه وتعالى شوف مين اللي محتاج سعده شوف مين اللي ضعيف أقف معاه شوف الأرمالة شوف اليتيم شوف الفقير شوف المسكين مد يد العون لكل الخلق ستنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما جاء سيدنا رسول الله يرجوف فؤاده نبي نازل عليه الوحي فأول مرة يشوف جبريل فشافوا في صورته الحقيقية فارتعش النبي وجاء للسيدة خديجة يقول زملوني زملوني غطني فقالت والله لا يخزيك الله أبدا مش أنت اللي يجيلك الخزي أبدا طمناته آه ليه بقى قالت له إنك لتاصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيفة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق من كانت فيه هذه الصفات لا يخزيه الله أبدا فتطمن أبدا لأنت بتقف مع الخلق فالخالق معك أنت تعطي على قدرك والله يعطيك على قدرك سبحانه وتعالى خلنا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطقوة ونرجع لحضراتكم مرة تانية لفت نظري الأبناء اللي عاملين الأسهم بأسماء أمهاتهم وأبهاتهم وكذبين من ابنتكم حاجة جميلة جدا أنه أنه نحن نبقى فاكرين ما هو ده البر اللي بعد الوفاة والبر كمان وهم عايشين نقدر برضو أننا نعمل لهم مشاركة في بير أو في محطة تحلية أو في وصلة مياه أو أي انكانية طبعا الصدقات الجارية يصل ثوابها للإنسان بعد موته وإن كان الإنسان عملها في حياته فتعود بالنفع عليه لما جاء رجل لسيدنا رسول الله وقال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما لو واحد أبوه أو أمه ماتت هل في حاجة من البر بعد الوفاة يفعلها الإنسان قال له نعم الاستغفار لهما والصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أهي صلة الرحم صدقة زي الصدقة اللي احنا شفناها دي صلة رحم للوالدين بعد موتهما طبعا أصلا إحنا في ميزان حسنات والدين واحد يعمل عمل صالح في ميزان حسنات أبوي أقسان تربيةهم طبعا ويؤجر الوالدين على هذه الصدقة حتى العمل الصالح اللي يعمل الإنسان يؤجر عليه من الله جل وعلا ويؤجر والديه حتى بعد موتهما ليه؟ لأن احنا في ميزان حسنات والدينا طيب المحطة اللي احنا شفناها أو وصلت المياه ده في ميزان الحسنات ومن أفضل الصدقات إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر الخطايا للبغايا بسقيا ماء يعني بشوية مية المرأة اللي كانت بتشرب ورأت كلب يلهث من شدة العطش فملأت موقاها الخف بتاعها النعل بتاعها ملأتهما وسقت الكلم فشكر الله صنيعها فغفر لها وأدخلاها الجنة شوف أبسط الأمور البسيطة جدا لنقدر نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى بشو طالب مننا كتير طبعا من صدق مع الله صدق الله معه إذا كانت الرحمة بالكلاب غفرت الخطايا للبغايا فمالنا بمن وحد ربنا برايا سبحانه وتعالى ونعم بالله طيب نروح نشوف تقرير تاني خاص بجامعية البرو التقوى ونرجع لحضراتكم مرة تاني أعرف ناس بيعملوا كاراتين رمضان كل سنة يقولوا لي يا فاضلت الشيخ وإحنا قاعدين بنحط الحاجة في الكاراتين بنحس بسعادة غير عادية وبيبقى يوم فرح بالنسبة لنا يلموا العيلة كلها والأطفال كمان الصغيرين عشان يعودوهم العطاء نعم وأنا بشوفهم دلوقتي هم بيحطوا الكاراتين قلت أكيد إحساس مختلف ومتعة غير عادية وإنه كل حد بيشيل حاجة بأيدي حطا جوا الكارتون ليه أجر وسواب ما بالك بقى باللي مشارك أساسا سبحان الله يعني لسه إحنا بنتكلم عن التراحم ورحماء بينهم أهي دي الرحمة هو دا اللي إحنا محتاجينه إن الغني يشعر بالفقير إن اللي معاه يشعر باللي مش معاه لإن إحنا سبحان الله العظيم يعني الناس بتعاني من الغلاء ومن الأسعار فالوقت اللي إحنا فيه دا محتاجين تكافل وتضامن وتراحم فيما بيننا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحماء لازم نتعاطف نتكاتف نتضامن نبقى إيد وحده ونضع نصب أعيوننا إن يا سعد اللي بيسعد الناس يا فرح اللي بيفرح الناس اللي يدخل الفرح والسرور على قلوب الآخرين اللي بيجبر بخاطر الخلق يجبر الخالق بخاطره أجبر تجبر واستر تستر ليفرح الناس دا هنيئا له ربنا بيفرحه قيل لأحد الحكماء من أسعد الناس فقال أسعد الناس من أسعد الناس هو دا السعيد بجد اللي بيسعد غيره اللي بيدخل الفرح والسرور على الآخرين كرتون اللي احنا شايفينها دي لو دخل بها الإنسان على واحد محتاج على واحدة محتاجة بقى أجر وصوابه أبيه وضبر الخاطر وإسعاد وإدخال الصرور على قلب مسلم وحاجات كتير قوي شوف يكفينا حديث سيدنا النبي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن يسر على مؤسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فربنا يجبر بخاطر اللي بيشارك وبيعمل هذه الأمور وفي ميزان حسناته إن شاء الله جمعية البر والطقوة مع ودانا كل سنة على مطبخ الخير ووجبات ساخنة بتروح للأسر المحتاجة يوميا عشان خطر الفطار كل سنة فطار السنة دي فطار وصخور كمان من جمعية البر والطقوة يعني جزاهم الله خيرا وجزا الله خيرا كل من شارك في هذه الفعالية التي تعملها الجمعية من وقبات الافطار أو الصحور أو الكاراتين اللي بتقدمها للناس وكل ده في ميزان الحسنات يعني نسأل الله أن يجزيل العطاء والمثوبة لكل من ساهم والآية الكريمة واضحة احنا شفنا التقارير ورأينا كيف يجهزون لرمضان والآية واضحة ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا آمين آمين يا رب نعورتين يا فضلت الشيخ ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزيلا بشكر حضرتكم مشاهدينا ولو عشتوا كل يا عمرش وحضرتكم يمجوا معا خير إن شاء الله سلام عليكم